في الوقت الذي اشتغلت فيه الأسافير وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهاشتاك حمدوك يوم الثيروني وفي الوقت ذاته الذي أبدت فيه جموع كاسحة من أفراد الشعب السوداني بمختلف شرائحهم ومستواتهم الثقافية والعلمية افتخارها به وبأدائه البارع والمميز سواء من خلال خطابه الضاف والرصين والرزين الذي يلقاه باسم السودان وشعب السودان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين بعد غياب متطاول للسودان عن هذا المحفل الدولي المهم يمثل هذا الأداء البديع وتمثيله بهذا المستوى الرفيع أو من خلال أنشطته الكثيفة التي انخرط فيها على هامش الاجتماعي الأممي أو من خلال لقاءاته العديدة بعدد من قادة الدول وممثلها الرفيعين وقيادات عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية وما تمخض عن هذا النشاط والحراك المنتج والمثمر من تأكيد الأمم المتحدة و 57 دولة ومؤسسات دولية دعمها الكامل لحكومة الانتقالية السودانية كل ذلك أثار حسد وغل وغيرة بقايا فلول النظام البائد في محاولة بائسة ويائسة للتقليل من هذا الجهد الملحوظ والأداء المتميز الذي قدمه حمدوك أمام العالم أجمع يحاولون عبثا بشنشنة فطيرة ومفضوحة ومردودة عليهم التقليل من هذا الأداء والسخرية من تبادل بعض الصور مأخوذة من زوايا محددة لإظهار قاعة الأمم المتحدة وهي شبه خالية أثناء إذناء رئيس الوزراء دكتر عبدالله حمدوك بخطابه أمام هيئة الأمم المتحدة ختم البكاش في زاويته قائلا صحيح اللي اختشوا ماتوا فهؤلاء الحقدة أو عفوا هؤلاء الحقدة وجمع حاقب تصلح فيهم حكاية مثل الاختشوا ماتوا فهم لم يختشوا من أدائهم البائس في مثل هذه المحافل وممثلهم الباهتين الذين مثلوا بنا ولم يمثلون وسياساتهم ودبلوماسياتهم الخرقاء التي لم ترث البلاد سوى الشقاء والعزلة